أمتي المظلومة أمتي المظلومة أمتي المظلومة بالله الرحمن الرحيم السلام على آدم صفوة الله من خليقته السلام على هشيث ولي الله وخيرته السلام على إبريس القائم لله بحجته السلام على نوح المجاب في دعوته السلام على هود الممدود من الله بمعونته السلام على صالح الذي توده الله بكرامته السلام على إبراهيم الذي حباه الله بخلته السلام على إسماعيل الذي فداه الله بذبح عظيم من جنته السلام على إسحاق الذي جعل الله النبوة في ذريته السلام على يعقوب الذي رد الله عليه بطره برحمته السلام على عظيم من جنته السلام على يوسف الذي نجاه الله من الجب بعظمته السلام على موسى الذي فلق الله البحر له بقدرته السلام على هارون الذي خصه الله بنبوته السلام على عظيم من جنته السلام على شعيد الذي نصره الله على أمتي السلام على داود الذي شاب الله عليه من خطيئتي السلام على سليمان الذي بلت له الجن بعزتي السلام على أيوب الذي شفاه الله من علتي السلام على يونس الذي أنزز الله له مضمون عدتي السلام على عزير الذي أحياه الله بعد ميتتي السلام على زكري الصابري في محنتي السلام على يحيا الذي أزلفه الله بشهادتي السلام على عزير روح الله وكلمتي السلام على محمد عبيب الله وصفوتي السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المخصوص بأخوتي السلام على فاطمة الزهراء ابنتي السلام على أبي محمد الحسام وصي أبيه وخليفتي السلام على حساب السلام على حساب الذي سمحت نفسه بمهجتي السلام على من أطاع الله في سره وعلى نيتي السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي السلام على من الإجابة تحت قبتي السلام على من الأئمة من جريتي السلام على ابن خاتم الأنبياء السلام على سيد الأوسيا السلام على ابن فاطمة الزهراء السلام على ابن خديدة الكبراء السلام على ابن سدرة المنتهاء السلام على ابن جنة المأوى السلام على ابن زمزمى والصفاء السلام على المرملي بالدماء السلام على المحكوك الخباء السلام على خامس أصحاب الكتاب السلام على قريب الغرباء السلام على شهيد الشهداء السلام على قتيل الأدعاء السلام على ساكن كربلاء السلام على من بكته ملائكة السماء السلام على من ذريته الأذكى السلام على يأشوب الدين السلام على من عزل البراهيم السلام على الأئمة الزادة السلام على جيوب المضرداء السلام على الشفاه البابلاء السلام على القرؗ السلام على النفوس المسطلما السلام على الأرواح المختلطة السلام على الأجساد العارية السلام على الجسوم الشاعباء السلام على الدماء السائلاء السلام على الأعضاء المقطعاء السلام على الرؤوس المشالاء السلام على النسوة البارزة السلام على حدة رب العالمين السلام عليك وعلى آبائك الظاهرين السلام عليك وعلى أبنائك المستشهدين السلام عليك وعلى ذريتك الناصرين السلام عليك وعلى الملائكة المضادعين السلام على القتيل المظلوم السلام على أخيه المسنوم السلام على عليم الكبير السلام على الرضيع الصغير السلام على الأبدان السليباء السلام على العسوة القريباء السلام على المجدلين في الفلواء السلام على النعجين السلام على الأبناء السلام على المدهونين السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان السلام على المحتسب الصابير السلام على السلام عليك وعلى أبناء السلام على ساكل التربة الزاكية السلام على صاحب القبة السامية السلام على من طهره الجليل السلام على من استخر به زبرئيل السلام على السلام عليك وعلى أبناء السلام على من هتكت حرمة السلام على من أريق بالظلم دموه السلام على المغسل بدم الجراح السلام على المجرع بكاسات الرماح السلام على البضام المستباح السلام عليك وعلى أبناء السلام على من جبنه أهل القرى السلام على المقطوع الوتي السلام عليك وعلى أهل القرى السلام على المحام بلا معين السلام على الشيء بالخطير السلام على الخد التريب السلام على البدن السبيب السلام على الثغر المقروع بالقضي السلام على الوأس المرفوع السلام على الأجزام العارية في الفلوات تمهشها الزئاب العاديات وتختلف إليها السباع الضاري السلام عليك يا مولاي وعلى الملائكة المرفرفين حول قبة الحاجين بتربتك الطائفين بعرفتك الواردين لزيارتك السلام عليك فإني قصدت إلى آك ورجوت فهدى لدآك السلام عليك السلام العارف بحرمتك المخلص في ولايتك المتقرب إلى الله بمحبتك البرائي من أعدائك السلام من قلبه بمصابك مطروح ودمعه عند ذكرك مفتوح السلام المفجوع المحزون أنواله المستكين سلام من لو كان معك في الطفور لوقاك بنفسي حد السيوء وبدلا حشاشته دونك للحتوء وجاهزا بين يداك ونصرك على من بغى عليك وفداك بروحه وجسده وماله وولده وروحه لروحك فداء وأهله لأهلك وطاء فلئن أخطرتني الزهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناطبا فلأنذب النجا صباحا ومساء ولأبكي أن لك بدلت دموع دما حسرة عليك وتأسفا على ما داك وتلحفا حتى أبوت بلوعة المصاب وغصة الإكتياب أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر والعدوان وأطعت الله وما عصيته وتمسكتا به وبعبله فأرضيتاه وخشيته وراقبتاه واستحييته وتمنت الجناء وأطفأت الفتاء وتعوت إلى الرشاة وأوضحتا شبل السداء وجاهدتا في الله حق الجهاد وكنتا لله صائحا ولجدك محمد صلى الله عليه وآله تابعا ولقول أبيك سامعا وإلى وصية أخيك مسارعا ولعماد الدين رافعا وللطغيان طامعا وللطغاة مطارعا وللأمة نافحا وفي غمرات الموت سابحا وللخساة مكافحا وبحجد الله صائما وللإسلام والمسلمين راحما وللحق ناصرا وعند البلاء صابرا وللدين جالئا وعن عودته مراميا تحوط الهدى وتمسره وتبسط العدل وتنشره وتنصر الدين وتظهره وتكف العابد وتجره وتأخذ للدني من الشريف وتساوي في الحكم بين القوي والطعيم كنت ربيع الأيساء وعثمة الأمام وعث الإسلام ومعدن الأحكام وحليف الإنعام سالكا طرائق جدتك وأبيك مشبها في الوطية لأخيك وفيها السماء رضيها أشياء ظاهر الكرم متهجدا في الظلام قويم الضرائق كريم الخلائق عظيم الزواب شريف النساء منيف الحسار وفي عمتار كثير المناقين محمود الضوائب جزيل المواهيد حليم رشيد منيب جواب حليم شديد إمام شهيد أواه منير حبيب مهيد كنتا للرسول صلى الله عليه وآله ولدا وللقرآن شمدا وللأمة عضدا وفي الطاعة مجتهدا حافظا للعهد والميساق ماكبا عن شبل الفتاق بادلا للمجهود وفي طويل الركوح والسجود زاهدا في الدنيا زهدا راحل عنها ناظرا إليها بعين المستوحشين بلها أعمالك عنها مجفوفا وهمتك عن دينتها مطروفا وألحابك عن بهجتها مطروفا ورغبتك في الآخرة معروفا حتى إذا الجور مستباعا وأزفر الظلم طناعا ودع الغي أتباعا وأنت في حربي زدك قاضي وللظالمين مبايئين زليش البيت والمحراء معتذل عن النفات والشهوات تنفر المنكر بقلبك ولسالك على حسب صاقتك وإمكانك ثم اقتضاك العلم للإمكان ولزمك أن تزاهد الفتار فترت في أولادك وأهاليك وشيعتك ومواليك وصدعت في الحق والبينا ودعوت إلى الله في الحكمة والموعظة الحسنى وأمرت بإقامة الحجود والطاعة للمعبود ونهيت عن الخبائس والطغيان وواجهوك بالظلم والحزوان فتاهدتهم بعد الإيعاب إليه وتأكيد الحجة عليهم فمكثوا دمامك وبيعتك وأسخطوا ربك وجداتك وبدعوك بالحار فتبتا للطعم وفضار وطحمتا جنود الفجار وقت حمتا قصل الغبار نجابدا بالفضار كأنك علي المختار فلما رأوك ثابتا جاش غير خائف ولا خاش نطبوا لك غوائل مترهين وقاتلوكا بكيبهم وشرهين وأمر اللعين جنودا فمنعوك الماء وورودا وناجدوك القتال وعاجدوك النداء ورشقوك بالسهاب والمداء وبسطوا إليك أكبة الإسلام ولم يرعوا لك أماما ولا راقبوا فيك آساما في قتله أولياء ونهبه إمرحالا وأنت مقدم في الهبواء ومحتمل للأذياء قد عجبت من صبركا ملائكة السماواء فأحدقوا بكا من كل الجهاء وأتغنوكا بالزراح وحالوا بينكا وبين الرواح ولم يبقى لك ناصير وأنت محتفن صاطي تذب عن نسوتك وأولاديك حتى نكسوك عن جواديك ما ويتا إلى الأرض تريحا تطعك الخيول بحوافرها وتعلوك المقاطئ ببوافرها قد رجعا للموت تبيلون واختلفت بالإنقباض والإنبساط شمالك ويبيلون تدير طربا خفيا إلى رحبك وبيتك وقد شغلتا بنفسك عن ولدك وأهابه وأسرعا ثوتكا شاردا إلى خيابه قاصدا محمحما باكيا فلما رأينا النساء جوادك مخبيا ونظرنا سرجكا عليه منويا فردنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود إلى قماء الوجوه سافرا وبالعويد داعيا وبعد العز مدللات وإلى مصرعك مبادغات والشمرع تالت على صدريك مولغ سيفا على محريك طابض على شيفتك بيده ذابح لك بمحمده قد سكنت حواء أبسوك وخفيت أنفاسوك ورفعا على القنار أسوك وسبيا أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديث فوق أقتاب المطيات تنفع وجوههم حر الهادرات يساقونا في البرار والفلوان أيديهم مغلولة إلى الأعماء يطاف بهم في الأسواق الويل للعصاة الفساء لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السننى والأحجام وهدموا قواعد الإيمان وحرقوا آيات القرآن وهمجوا في البغي والغدوان فقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله من أجلك موتورا وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا وغدر الحق إذ قهرتا مغهورا وفقدا بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتمزيل والتأويل وظهر بعدك التغير والتبديل والإلحاج والتعطيل والأهواء والأغاليل والفتن والأباطيل فقام ناعيكا عند قبر جدك الرسول صلى الله عليه وآله فنعاجا إليه بالدمع الهطول قال يا رسول الله قتلا سبقك وفتاك واستبيعا أهلك وحماك وسبيت بعدك ذراريك ووقع المحذور بحذرتك وذويك فانتعت الرسول وبكى قلبه المهور وعزاه بك الملائكة والأنبياء وفجعت بك أمك الزهراء واختلفت جنود الملائكة المصربين تعزي أباك أمير المؤمنين وأقيمت لك المآتم في أعلى علين ولطمت عليك الحور الحين وبكت السماء وسكانها والجنان وخزانها والهضاب وأقطارها والبحار وحيتانها ومكة وغنيانها والجنان وولدانها والبيت والمطار والمشعر والحرام والحل والإحرام اللهم إني أتوسل إليك يا أسرع الحاسبين ويا أكرم الأكرمين ويا أحكم الحاجئين بمحمدين خاتمين نبيين رسولك إلى العالمين أجمعين وبأهيه وابني عمين أنزع البطئين العالم المتين عليه الأمير المؤمنين وبفاطمة سيدة نساء العالمين وبالحسن الزكي عصمة المتقين وبأبي عبد الله الحسين أكرم المستجهدين وبأولاده المقتولين وبحجرته المظلومين وبعلي بن الحسين أجزين العابدين وبمحمد بن علي قبلة الأولين وجعفر بن محمد أصدق الصادقين وموسى بن جعفر مظهر البراهيم وعلي بن موسى ناطر الدين ومحمد بن علي قدوة المهتدين وعلي بن محمد أزهد الزاهجين والحسن بن علي والحسن بن علي وارث المستخلفين والحجة على الخلق أجمعين أن تصلي على محمد وآل محمد الصادقين الأبرين آل طاها وياسين وأن تجعلني في القيامة من الآمنين المطمئنين البائدين الفرحين المستبشرين اللهم اكتبني في المسلمين وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين وانصرني على الباغين واكبني كيد الحاسبين واصعب عني مكرى الماكرين واقبض عني أيدي الظالبين واجمع بيني وبين السادة الميامين في أعلى علين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أقسم عليك بنبيك المعصوم وبحكمك المحتوم ونهيك المكتوم وبهذا القبر الملموم الموسد في كنبي الإمام المعصوم المقتول المغلوم أن تكشف ما بي من الغموم وتصرف عني شر القدر المحتوم وتجيرني من النار ذات الزموم اللهم جللني بنعمتيك وربني بقسمك وتغمدني بجودك وكربيك وباعدني من مكركا ونقبئك اللهم عصبني من الزلال وسدبني في القول والعمال وافتح لي في مدة الأجآل واعفني من الأوجاع والعذآل وبلغني بمواليا وبفضلك أفضل الأبآل اللهم صل على محمد وآل محمد وقبال جوبتي وارحام عبرتي وأقلني عسرتي ونفسي إشكربتي واغفر لي خطيئتي وأصلحني في ذريتي اللهم لا تدعني في هذا المشهد المعضاء والمحل المكراء لنبا إلا غفرتا ولا غيبا إلا سفرتا ولا غما إلا كشرتا ولا رزقا إلا بسقتا ولا تاها إلا عمرتا ولا فسادا إلا أصلحتا ولا أملا إلا بلغتا ولا دعاعا إلا أدبتا ولا مبيطا إلا بردتا ولا شبلا إلا جمعتا ولا أمرا إلا أتممتا ولا مالا إلا كذرتا ولا خلقا إلا حسمتا ولا إنفاقا إلا أخلبتا ولا حالا إلا عمرتا ولا حسودا إلا قمعتا ولا عدوا إلا أرديتا ولا شروا إلا كفيتا ولا مرضا إلا شفيتا ولا بعيدا إلا أدنيتا ولا شعثا إلا لممتا ولا سؤالا إلا أعطيتا اللهم إني أسألك خير الغاجلا وسواب الآجلا اللهم أغمني بحلالك عن الحرام وبفضلك عن جميع الأمام اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا ذاكيا وصبرا جميلا وأجرا جديلا اللهم ارزقني شكرا نعمتك علي واذبني في إحسانك وكرمك إلي واجعل قوي في الناس متبوعا وعملي عندك مرفوعا وأثري في الخيرات متبوعا وعدوي مرفوعا اللهم صل على محمد وآل محمد الأخيار في آناء الليلي وأقراف النهار وادفني شر الأشرار وطحرني من الذنوب والأوزاع وأجرني من النار وأدخلني دار القرار واغفرني ولجميع إخواني فيك وأخواتي المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة